شكرا محمد الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم ثمن الرئيس عبدالفتاح السيسي الموقف البلجيكي الداعم للتهدئة والرافض لاستمرار التصعيد الجاري في قطاع غزة جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من رئيس وزراء بلجيكا أليكزاندر دي كرو تناول الاتصال الأوضاع الإقليمية خاصة الوضع في قطاع غزة حيث استعرض الرئيس السيسي جهود مصر لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي غزة على نحو مستدام وعاجل كما تناول الاتصال العلاقات الثنائية وعلاقات مصر مع الاتحاد الأوروبي في ضوء تولي بلجيكا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي شدد الرئيس السيسي على ضرورة توفير التمويل اللازم للدول منخفضة الدخل لتنفيذ تعهداتها الخاصة بالمناخ جاء ذلك في مداخلة للرئيس السيسي بجلسة حوارية بعنوان التحول الطاقي وتأمين الإندادات وخفض الانبعاثات خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة إيجبت 2024 وأشار الرئيس السيسي إلى التحديات السابقة والراهنة التي تواجه مصر ومن بينها الأزمة الاقتصادية والأوضاع على الحدود مع ليبيا والسودان وقطع غزة أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل جندي في المعارك بجنوب قطع غزة فيما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن ثلاثة فلسطينيين استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات وسط قطع غزة وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال استهدفت منزلا في المخيم ما أدى إلى سقوط الشهداء الثلاثة وجرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح جاء ذلك في الوقت الذي أصيب فيه شاب بشظايا ورصاص وعشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل تزامنا مع اقتحام الجيش الإسرائيلي عدة بلدات وقرى في محافظة جنين بالضفة الغربية اقترحت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يؤكد على دعم المجلس لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن واتنص مسودة مشروع القرار أيضا على أنه في ظل الظروف الحالية فإن أي هجوم بري كبير على رفاح الفلسطينية سيلحق المزيد من الأذى بالمدنيين وقد يؤدي لنزوحهم إلى دول مجاورة وجهت دول الاتحاد الأوروبي جميعا باستثناء المجر تحذيرا لإسرائيل من شن هجوم على مدينة رفاح الفلسطينية وأكدت دول الاتحاد أن أي عملية عسكرية محتملة تضاعف من الوضع الكارثي الذي يعيشه نحو واحد ونصف مليون لاجئ فلسطيني في المدينة الواقعة على الحدود الجنوبية لقطاع غزة جاء ذلك خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل وبعد انتهاء المحادثات دعا جميع الوزراء في بيان مشترك إلى هدنة إنسانية فورية من شأنها أن تؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن المحتجزين وتقديم المساعدة الإنسانية استدعت البرازيل سفيرها لدى إسرائيل لإجراء محادثات وذلك بعد أن وجه مسؤولون إسرائيليون توبيخا رسميا للسفير البرازيلي في تل أبيب ردا على تصريحات الرئيس البرازيلي لولادا سيلفا التي أدان فيها العضوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة حيث أكد أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني لا مثيل له في لحظات تاريخية أخرى عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مجموعة من ورش العمل حول انضمام مصر لاتفاقية بريكس بمشاركة أعضائها وذلك في إطار الاهتمام بالملف الاقتصادي باعتباره من الأولويات وناقشت الورش أثر انضمام مصر إلى مجموعة بريكس بالنسبة للأمن الغذائي وأثر توسع بريكس على التداول بالعملات المختلفة وعلى سعر الصرف خاصة بمصر كذلك أثر توسع بريكس على حوكمة النظام المالي العالمي وأزمة الدين العام انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل